بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم وبسمة أمل جديدة موسم جديد وحلقات جديدة وتفضل بسمة أمل عيشة معانا سنين و سنين حلقة النهاردة أنا متأثر كنت جدا جدا بالآيات اللي بتتكلم عن علاقة تقوى ربنا بالرزق وكل ما امشي في القرآن ألاقيها قدامي وما يتق الله يجعلهم أخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تتق الله يرزقك تتق الله يعطيك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين علاقة الاستغفار بيمددكم بأموال وبنين الحكاية دي كانت مالية حياتي بس إن دي أنا شوفها بعناية بتحصل قدامي في لخزات كانت بالنسبالي حاجة عجيبة أنا راكب عربيتي وكان عندي درس في التجمع فأنا ساكن في الشيخ زايد فراح من الشيخ زايد للتجمع فأنا بأسن الطريق شوية عمل مكالمات وشوية ورد الذكر بتاعي فكان ورد الذكر بتاعي لاستغفار فأنا عملا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويبدو يا جماعة أن الاستغفار بيعمل في عقلك سكان يعني بيعمل جرد كده فين الغلطات في حياتي وإنت مش باخد بالك في عقلك البطن طول ما أنت بتقول استغفر الله ففجأة وأنا بقول استغفر الله والله زي ما بحكي لكم كده نطف دماري أنا فيه في حسابي في البنك فلوس مش بتاعتي كان أحمد من غير ما أقول باية الاسم حولها لي والفلوس دي دخلت وأنا ما كلمتش فيها ونسيت أتكلم فيها الفلوس دي مش بتاعتي فكده في لحظات يا نها ربي ده أنا في وضع مالي فيه مشكلة كبيرة وأنا لو الفلوس دي طلعت أنا هيبقى عندي مشكلة وبعدين لقيت نفسي مزيك السرحة وبقول استغفر الله يا نها ربي يا تقوى الله طب ما نستنى البكرة طب وفرد نصحتش البكرة الفلوس دي لازم ترجح حالا أيها بس أنت مزنوق هتوجعك جدا أنك ترجحها حالا لازم ترجح حالا لأن ما لأنا بقول إيه ما لفين التقوى وفجأة متنطل آية قدامي وكايني شريفة كده قدامي وما يتقل لا ويرزقه من حيث لا يحتسب قمت رافع التليفون وقفت الوجد الدكرة سبت السبحة وقلت لا فيه حاجة أهم لازم تتعامل دلوقتي حالا وقمت طالب أحمد وقمت أقول له أحمد أنا فيه في حسابي مبلغ كذا 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 الفلوس دي مش بتاعتي الفلوس دي بتاعتك فهو انبسط جدا وقال لي يا سلام أنا متشكر جدا أنا كنت ناسي الموضادة قلت له لا مش متشكر جدا دا حقك بس ممكن يطلب منك طلب ممكن أحولها لك الإسبوع الجاي بدل الإسبوع دا لأن أنا مزنوق جدا 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 قال لي طبعا قلت له بس أنا كده قدام ربنا ولو خصل لي حاجة تاخدهم من مراتي أولادي قال لي يا دكتور المد قلت له لا خلاص اتفقنا قال لي اتفقنا وأنا بكلم أحمد الموبايل بتاعي عليه ويتنج ففي خط تاني بيتصل بي فأنا إيه سامع الرنة وأنا بكلم أحمد فإيه وبعدين قمت باصص فلاقيت عبدالعزيز عبدالعزيز دا بيكلمني من بلد تانية فإيه يا دا ما كلمنيش بقى له سنة يا عم مش وقت وخلينا خلص المكلمة مع أحمد خلصت المكلمة مع أحمد وحطيت تليفون وبعدين قمت تقالي لنفسي إيه طب وعبدالعزيز اللي كلمني طب ما تخلينا يكلم عبدالعزيز والله يا جماعة زي ما بحكي لكم قالوا أيو عبدالعزيز فينك يا عم بقى لي سنين ما سمعت صوتك قالي يا دكتور في مبلغ بقى له سنة ليك عندي في الحساب والله يا جماعة عايز أحوله لك فقول لي إمتى أحوله لك لقيت نفسي بقول لا إله إلا الله رضيت بالله ربا عبدالعزيز يقول لي ليا دكتور أقول له رضيت بالله ربا يقول لي فيه يا دكتور أضحك وقل له رضيته بالله ربا فقال لي فيه دكتور قلت له هتحوله امتى عبدالعزيز قال لي ممكن احوله قاله اول الاسبوع الجاي قلت يا ريتني قلت لا احمد هحوله لك فورا عشان الفلوس تخفش لي فورا طلعت الفلوس من حسابي دخلت الفلوس حسابي نفس المبلغ بس اتقه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب دي آية قرآنية فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مضررة ويمددكم باموال دي آية قرآنية لكن لما تشوفها قدامك بتتحرك في الحقيقة تقول لا اله الا الله صدق الله ومن اصدق من الله قيله ومن اصدق من الله حديثه اتق الله يوسع لك رزقك دي كانت بسمة امل النهاردة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله